أهلا بكم مجددا نكمل الحرة الليلة من تصريحة وزير الزراع الأوكراني وتأكيده على عدم وجود نية لتعليق صادرات الحبوب من أوديسة على الرغم من الهجمات الروسية الوزير أقر بوجود مشكلات جوهرية لكن لم يجرى أي تعليق للشحنات حتى الآن وفق قوله بسبب استخدام الموانئ لمصادر الطاقة بديلة وعلى سعيد المتسلقى لرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه بحث مع نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصدير سلع أخرى عبر ممر الحبوب في البحر الأسود فماذا تعني تأكيدات وزير الدفاع أو وزير الزراع الأوكراني استمرار تصدير الحبوب على الرغم من هجوم يوديسة وعلى ماذا يشير بحث الرئيس التركي مع بوتين تصدير سلع أخرى عبر ممر الحبوب اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود يعود إلى الواجهة وسط المخاوف من توقف الصادرات بسبب الهجمات الروسية التي استهدفت نظام الطاقة في منطقة أوديسا السلطات الأوكرانية فصلت في هذه المخاوف عبر تأكيدها أن المتعاملين لا يعتزمون تعليق شحنات الحبوب من موانئ أوديسا بالرغم مما خلفته الهجمات الروسية وبحسب وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي فإن الهجمات الروسية تسببت في مشكلات مؤكدا أن المتعاملين لم يبلغوا عن أي مشكل بشأن تعليق للشحنات بسبب استخدام الموانئ لمصادر طاقة بديلة الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلنسكي قال بدوره إن أكثر من مليون ونصف مليون شخص في منطقة أوديسا جنوب البلاد انقطعت عنهم الكهرباء بعد ضربة روسية بطائرات مسيرة على نظام توليد الطاقة تطورات قد تكون وراء تحرك تركي جديد لمحاولة الإبقاء على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية ساريا وفي هذا السياق أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتصالا هاتفيا مع نظره الروسي فلاديمير بوتين تطرق خلاله إلى ملف التصدير عبر البحر الأسود وبحسب مكتب الرئيس التركي فإن إردوغان بحث مع بوتين بدء العمل على تصدير منتجات وسلع غذائية أخرى عبر ممر الحبوب في البحر الأسود وأضاف أن الاتصال تطرق أيضا إلى العلاقات الثنائية بين أنقرة وموسكو فضلا عن مجالات الطاقة ومكافحة الإرهاب ومنذ أكتوبر الماضي تستهدف موسكو البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بسلسلة من الضربات بسواريخ وطائرة مسيرة ما أدى إلى مخاوفة بشأن تعطل تطبيق اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية وبعد حصار استمر قرابة ستة أشهر بسبب الغزو أعادت ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود في منطقة أوديسا للعمل في نهاية يوليو الماضي بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوسطة من الأمم المتحدة وتركيا وأظهرت بيانات وزارة الزراع الأوكرانية أن صادرة البلاد من الحبوب في الأيام الثمانية الأولى من ديسمبر الجاري تراجعت بنسبة 47% مقارنة بالعام السابق ينضم إلينا من واشنطن نايل غاردنر كبير الباحثين في مؤسسة هارة تجلل الأبحاث ومن موسكو مع ديمتري بريغا الباحث الأمني والاستراتيجي مرحبا بكم أستاذ غاردنر هل تستطيع أوكرانيا تحمل كلفة أي تأخير تعطيل إيقاف لعملية تصدير الحبوب عبر موانئ أوديسا؟ شكرا على صدافتي في برنامجكم ما نشاهده الآن بلا شك هو أعمال بربرية من قبل الحكومة الروسية تستهدف البنية التحتية المدنية في أوديسا في محاولة لمحو البنية التحتية للطاقة في المدينة وفي المنطقة لتعطيل تصدير الحبوب هذه عمل آخر مشين من قبل نظام بويتن ضد المدنيين الأوكرانيين وأيضا محاولة مباشرة لتعطيل صادرات الحبوب من قبل أوكرانيا أوكرانيا بالطبع مورد ضخم للحبوب وكثير من الدول تعتمد على الصادرات الأوكرانية من الحبوب روسيا تحاول تعطيل ذلك الحكومة الأوكرانية ملتزمة باستمرار هذه الصادرات ولن تستسلم للتخويف الروسي ومن الجيد أن نرى أن مدينة أوديسا تقف في وجه الاعتداء الروسي ولن تخاف وأعتقد أن الأوكرانيين سيستمروا في جهودهم للمحافظة على قطوط الإمداد للصادرات وهذا أمر هام لكثير من الدول خاصة في أفريقيا وشكل أوسط التي تعتمد بشكل كبير على هذه الصادرات من أوكرانيا ولكن من الواضح أن الحكومة الروسية لا تهتم ولا تقترث بالأمور الإنسانية على الأطلاق ولا تهتم بضرب المدنيين والأهداف المدنية ويستخدمون التخويف والخوف ولن ينجحوا في ذلك كيف ترد على ما قاله أستاذ جاردنر أستاذ ديمتري تحية لكم لسادة المشاهدين ولديكم الكريم من الولايات المتحدة الأمريكية واضح بأن الان روسيا بدأت تستعمل استراتيجية ضرب محطات الكهرباء كاستراتيجية في حرب أو في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هو موضوع تغيير الموقف الداخلي الأوكراني وإجبار الطرف الأوكراني لتفاوض مع الطرف الروسي وفق الشروط التي يراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واضح بأن إذا تحدثنا عن انتفاقية الحبوب فهي حتى الآن مستمرة ولكن روسيا كانت تتهم الطرف الأوكراني بإسهداف الممرات الإنسانية لخروج شاحنات مع الحبوب وإذا تحدثنا عن الان الاستراتيجية الروسية فهي واضحة كما قلت الهدف الأساسي الآن يعني أن تسترجع روسي المناطق التي حدث فيها الاستبداء ومقابل كل هذا الهدف تضرب بعرض الحائط روسيا كل المبادئ الإنسانية وترغب في أن تحرم نصف العالم من أهم مكونات المائدة والحياة الحبوب مقابل استعادة تلك المناطق يعني واضح بأن الآن الكريملين لديه خطة واضحة هو يريد أن يسيطر على هذه المناطق أو يعيد السيطرة عليها وهي استراتيجية واضحة كان منذ بداية عام 2014 عندما كان هناك اتفاقية منسك كان واضح كان هناك مشروع نباروسيا وروسيا جديدة في هذه المنطقة في الشرقية من أوكرانيا واضح بأن رئيس الروسي بلاديمير بودن تحدث بأنه يدافع عن القومية الروسية في هذه المناطق وأيضا هو يدافع عن المدنيين في هذه المناطق ولكن سؤالي متعلق أسد دمتري أسد دمتري روسيا وأوكرانيا اتفقوا بتنسيق تركي وأيضا دعم أيضا دولي بأن يكون هناك تصدير للحبوب قالت روسيا نعم ولكنها اليوم تضرب مصدر الطاقة الذي يشغل الميناء وترفض أن يكون هناك موانئ أخرى عبرها تخرج الحبوب من أوكرانيا هذا ضد كل مبدأ إنساني أم لا إذن لماذا تدعي موسكو الإنسانية سامحني بالسؤال تفضل في هذه النقطة أرجوك نعم واضح بأن واضح بأن الآن نحن نعيش حالة حرب بين الطرفين بين الطرف الروسي والأوكراني وأيضا نعرف بأن الطرف الأوكراني استهدف العمق الروسي استهدف مدينة بلغراد استهدف مدينة الكورس استهدف المطارات الروسية والتي استعملها المدنيين الروس واستهدف حتى المدنيين الروس في العمق الروسي واضح بأن الآن كل طرف بدأ يستعمل استراتيجية في ضرب العمق البلدين أو الطرف الروسي بدأ يستهدف العمق الأوكراني والطرف الأوكراني بدأ يستهدف العمق الروسي وأيضا استمر الطرف الأوكراني أيضا باستهداف العمق الروسي استهداف المطارات الروسية استهداف المدن الروسية فروسي ستستعمل بنفس استراتيجية نعرف بأن الرئيس الروسي في آخر تصريح لو تحدث عن تفجير الذي حدث في جسر في شبه جزيرة القرن. وقال بأن الاستهدافات التي بدأت في الأمق الأوكرانية ردا على استهداف الجسر والاستهداف الأمق الروسي. تفضل أستاذ غاردنر في تعليق سريع. لم أخذ إجابة لربما مواضحة من أستاذ ديمتري في هذه النقطة. يبدو وكانه يقول لأن كل الأهداف مشروعة في أوكرانيا الآن. لأن هناك حالة حرب. لو ضربت محطة زابروجيا غدا. قد نسمع هذا الجواب ذاته من أستاذ ديمتري؟ الروس لا يفرقون بين الأهداف المدنية والعسكرية أو البنية التحتية الخاصة بالطقاء. كل شيء في أوكرانيا هدف قتل الكثير من المدنيين. الآلاف من المدنيين الأوكرانيين قتلوا. الحكومة الأوكرانية لا تستهدف أهداف مدنية داخل روسيا. هذه كذبة من الجانب الروسي. الأوكرانيون لا يستهدفون المدنيين في روسيا. ما نراه هو أن روسيا ليس فقط تستهدف المدنيين الأوكرانيين. إذا لم يتم تصدير هذه الحبوب إلى أنحاء العالم. مات الألاف من الناس قد يموتوا جوعا. هذا هو الواقع الآن. أوكرانيا صادرة مصدرة للحبوب بشكل كبير. وكثير من الناس حياتهم تعتمد على صدرات الحبوب الأوكرانية. هذا مصدر أساسي للغذاء في أفريقا بشكل أسر. وتوافق وليس هناك أي مانع أوكراني بأن تمر أي بضائع أخرى روسية عبر الممر من البحر الأسود. هل هناك أي مانع أوكراني لذلك؟ فهمي هو أن الحكومة الأوكرانية ملتزمة بضمان استمرار الصادرات. وأن من يحتاج للغذاء حول العالم سيستطيع الحصول على هذه الحبوب. هذه سياسة الحكومة الأوكرانية. أن لا تحدث فقط عن الحبوب أستاذ غاردنر. لماذا سألت أن أذكر تحديدا الصادرات الروسية؟ لأنه اليوم ربما حتى ليس اليوم. ولكن جلس الرئيس التركي إلى الرئيس الروسي. وتحدثوا عن إمكانية توسيع نطاق الصادرات عبر البحر الأسود الآن. هذا يأتي في ظل تناقض كبير مع مجريات الأرض بعد تعطل ميناء أوديسا. هل هناك اعتراض أوكراني على رعاية مسار الصادرات الروسية التي تمر عبر البحر الأسود أمنها؟ لست متأكد من تفاصيل هذا الموضوع على وجه التحديد. ولكن علينا أن نفرق بشكل كبير بين ما يقوم به الدكتاتورية الروسية البربرية وأوكرانيا الديمقراطية المسالمة. عندما روسيا كانت تصدر منتجات حول العالم وضعت روسيا تحت عقوبات لأسباب جيدة. لا أعتقد أن أي دولة في العالم الحر يجب أن تتعاون مع روسيا على الأطلاق من خلال مساعدة الصادرات الروسية. أختلف مع ما تفعله تركيا فيما تعالق بالتعاون مع روسيا. هذا أمر غير مفيد. لا حد في العالم الحر يجب أن يعمل مع نظام الروسي. هذا نظام مجنبوذ ومخالف لحقوق الإنسان. وتصرف بشكل إبادة جماعية. لا يجب أن يكون هناك أي تعاون بين روسيا وأي دولة من العالم الحر بما في ذلك تركيا. وما هي الثمرة التي تسعى قطفها يا أستاذ ديمتري اليوم موسكو من تركيا بهذا اللقاء الآن؟ وضع بأن اللقاء الآن يلعب دور مهم. العلاقات التركية الروسية هي الآن في تحسن. هناك تركيا تستفيد من التجارة مع روسيا. ولذلك انتفاقية الحبوب والوساطة التركية لعبت دور مهم بين روسيا وأوكراني. بكل تأكيد الآن نحن نعيش حالة حرب وهناك استهداف دائما استهدافات واتهامات دائما متبادلة بين الطرفين لاستهداف البنى التحتية التي تتخص ملف الحبوب أو استهداف الممارات الإنسانية لخروج الشاحنات التي تحمل الحبوب. واضح بأن الآن نحن نعيش حالة من التصعيد بين الطرفين في فصل الشتاء. واضح بأن كل طرف الآن يحاول استرجاع مناطق وقزب مناطق جديدة. لأن الطرف الأوكراني أيضا يعتمد على الدعم الغربي ودعم الولايات المتحدة الأمريكية في استمرار الحرب ضد روسيا وضد القوات الروسية. وأعتقد بأن في عام 2014 سوف نرى تحسن في العلاقات. لأننا نعرف أن هناك انتخابات روسيا مقبل انتخابات رئيسية عام 2014. والولايات المتحدة الأمريكية وتغيير الموقف الأمريكي قد يغير من حالة الموقف الأوكراني تجاه روسيا. ونرى مفاوضات بين الطرفين. وأعتقد بأن هذا قد نراه. لأن الحرب سوف تتهي بمفاوضات بين الطرفين. ولذلك إذا تحدثنا عن المتفاقية الحبو فهي واضح بين الجارية. ولكن هناك بعض المشاكل العالقة بين الطرفين. لأن نعيش تصعيد في الاشتباك بين الطرفين. إن كان في زاباروج أو خيرسون أو في أوديس أو في غيرها من المناطق أو في العمق الأوكراني. ولكن هل لك فرص لربما لأن تفتح روسيا المجال لباقي الموانئ أن يكون هناك تصدير منها؟ يرغب الجانب الأوكراني على الأقل في هذه الفترة سريعا في أقل من دقيقة إذا تكرمت بإضافة لربما موانئ ميكولاييف أكثر من 35 بينما من الصادرات كانت تخرج من هناك. أليست هذه فرصة لإثبات حسن النيات الروسية في أقل من دقيقة أستاذ ديمتري. واضح بأن الآن كما قلت روسيا سمحت في البداية لخروج الشاحنات أو السفن الممتلئة بالحبوب. الأوكراني واضح بأن الآن كما قلت هناك مشاكل المتعلقة باتفاقية الحبوب. ولكن أعتقد بأن الطرف التركي أو الوساطة الدول الحيادي يمكن أن تلعب دورا مهما في خروج الحبوب. أو في إيجاد حلول بين الطرف الروسي والأوكراني وذهاب الطرفين للمفاوضات في حل مشاكل الاقتصادية وحتى في ملف اتفاقية الحبوب. ديمتري شكرا جزيلا لك. ديمتري بريغ الباحث الأمني والاستراتيجي من موسكو. شكرا لك نايل جاردنر كبير الباحثين في موسكو. هاراتيج للأبحاظ ضيفي من واشنطن. شكرا جزيلا لكم.